اشتركوا في القناة او توجد مناسبة لان السنة طويلة جدا اثني عشر شهرا طويلة ننتظرها حتى نجد مهل هذا الاجتماع يبحثوا لنا عن مناسبة هانية في وسط العام ليكون مولد النبي صلى الله عليه وسلم او شيء يجمعنا لنلتقي هنا نحن الآن في هذه القاعة والحمد لله اما ايمة بالفعل او ايمة بالقوة وانا ابثكم شكوى او الم حاصل لي بصفتي اماما هذا الالم هو ان كثيرا من الناس بمن فيهم بعض الايمة لا يصلون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعل احد اسباب ضعفنا هو تقصيرنا في تحقيق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا دعوني اقول ان نحن الآن في صلاة المغرب قبل قليل لاحظت ان بعض ما اشكو منه في في مساجد الاخرى او في جامع ابن عباس لاحظت بعضه هنا اخذ مثالا نحن متفقون على ان متابعة الامام متابعة الماموم للامام فرض من فرائض الصلاة وان عدم المتابعة اما حرام واما مبطل فنحن بحاجة الى ان نعود الى انفسنا وانا من يصلون معنا او نصلي معهم لنتحدث في هذا الموضوع لنتحدث في هذا الموضوع من اهم وسائل نشر هذا الدين ونشر هذه الدعوة ما علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم او ما اصانا به في حجة الوداع عندما اكمل هذه الخطبة فقال الا فليبلغ الشاهد الغائب الا فليبلغ الشاهد الغائب انا الاحظ ان هناك نقصا كبيرا او تقصيرا في الحديث عن هذا الدين عن الصلاة خاصة الصلاة تكاد تكون مضيعة عندنا وهذا الصلاة هي رأس هذا الامر وهي وسيلة الوسيلة الى غيرها هي دليل الايمان فانا ادعو كل الحاضرين ومن وراءهم ان نهتم بافعال الصلاة وباقوالها وقد الفت دليلا منذ وقت قريب اسميته صلوا كما رأيتموني وصلي كل ما وعد به المصلون من خير الدنيا والاخرة مشروط بان تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليست مثل صلاة النبي قد لا تكون مقبولة او هي غير مقبولة فعلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي إذن كل صلاة غير مطابقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكونها مردودة أرجو أن أكون قد وفقت فيما أردت السلام عليكم